صيف لاهب يعيشه العراقيون بينما تغيب الخدمات التي تخفف من وطأة درجات الحرارة التي تجاوزت نصف درجة الغليان في أغلب محافظات العراق بحسب هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من التعرض المباشر للشمس وأوسط الناس بالبقاء في منازلهم خلال أوقات ذروة الحر تحذير تحول إلى موضع تهكم شعبي لأن المنازل تحولت إلى ما يشبه الأفران مع انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وسط نقمة على السلطات الحاكمة التي يعيش مسؤولوها في أجواء لا تمت بصلة إلى الشارع العراقي ويقول العراقيون أن الحكومات المتعاقبة بددت المليارات من الأموال المخصصة لمعالجة ملف الكهرباء في صفقات فساد ولم يتم توفير الطاقة الكهربائية في البلد الغني بالنفط الذي يعاني فيه قطاع الكهرباء من التهالك ولا يوفر سوى ساعات قليلة من التيار خلال اليوم ويلجأ البعض إلى المولدات الكهربائية لكن ذلك يكلف نحو 100 دولار في الشهر الواحد لكل أسرة وقد لا يكون متوفرا للجميع وأكثر المتضررين من الحرارة هم العمال المجبرون على العمل تحت الشمس الحارقة بينما أصبحت مواقع البناء في العراق أماكن خطيرة للعمل في الصيف اللاهب حيث يصاب بعض العمال بالإغماء ويسقطون من المباني لا سيما في أوقات الظهيرة ويقول عاملون في البناء إنهم مضطرون للعمل في هذه الأجواء لتوفير لقمة العيش في بلد يبلغ معدل البطالة فيه مستويات مرتفعة بينما تنتقد منظمات حقوقية غياب إجراءات الحماية أسوة بدول الجوار التي أوقفت العمل في أوقات الظهيرة ومع انقطاع التيار الكهربائي يلجأ العديد من العراقيين إلى الأنهر التي ابتلعت العديد من اللاجئين إليها هربا من وطأة الحر وفي بلد يتميز بمناخ شبه صحراوي ويعد من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغير المناخي يتوقع أن تكون السنوات القادمة أكثر حرارة ويشهد موجات حارة غير مسبوقة نتيجة التغيرات المناخية وغياب المعالجات الحكومية الفعالة ترجمة نانسي قنقر